لا أحب المذيع الذي يسأل السؤال يكون قصة حياته يعني بس يعدي السؤال الثلاثين ثانية خلاص شوفي نفسه تشذي يعني ولا واحد يستهميك يعني أنت مدرسة نفسك لا أنا أحب يعني أنا في يعني أنا ما بيقعد أقول آسيا أنا أحب لاري كينغ أحب أوبرا أخي نحشي على الوطن العربي إل من قلدت ما قلدت أحد بس أحب وفاء الكلاني تعجبني جداً وفاء الكلاني كعلامية وواضحة وصريحة وجريئة جميلة وفاء من هو ما يحبها؟ أحب رازان مغربي تحياتنا إلها صدفتنا يعني نرى هناك اختلاف في الستايلات ما أنكر نجاح وقوة نيشان تحياتنا إلها العربي ما حاولت تقلد نيشان؟ هم يقولون لي أنا أقلد نيشان على أساس أن نيشان يطلع بالبدلة ويقابل الفنانين والمشاهر على مستوى الوطن العربي بالعكس تشرف لما يقولون لي أنا أقلد نيشان عمري ما يعني تابعته بدقة عشان أسوي نفسه ما تحس هذا غرور زايد منك؟ لا هذه ثقة الغرور إن أنا ما أشوف أحد لا أنا أشوف الكل وهم أنجح مني وأحسن مني وأفضل مني بس أنا ما أقلد نيشان يعني لا بالشكل ولا بالستايل ولا بالطريقة أنا اللي أحس أسوي يعني بالضبط شديد أزعت شي قلدك يعني أنه تم تقليدك كشكل كحسيت أنه لا أفضل هذه النسخة ما الصالح نسخة يعني مشوهة مشوهة لا لا ولا أحد ما في أحد يزعجني أنا عندي كل إنسان حر من قلدك قد أكدك من قلدني قد أكدني فبالعكس هذا شيء أو دليل أنه هو معجب باللي أنا قاعد أسويه فبالتالي هو حاول أنه يسوي نفسه بس ما ينجحون اللي قلد ما ينجح أنت ممكن تأخذ شغلة تأخذ طريقة بنهاية إحنا كلنا نشتغل في نفس الدومين اللبناني هل تعتبر روحك ظاهرة؟ اشتركوا في القناة